تتجه عن دار عشاق الكرة المغربية يوم لحد 23 أكتوبر الجاري نحو المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء الذي سيحتضي المواجهة قوية بين نادي الوداد الرياضي والرجاء الرياضي برسم مؤجلة دور السادسة من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم وذلك في ديربي كلاسيكي حارق يعيد بالفرجة والمتعة وستجرى مبارة الديربي بين الناديين على أرضية مركب محمد الخامس بحضور الجمهور انتلاقا من الساعة الرابعة عصرا ضمن الدورات الأولى من دهاب البطولة الاحترافية التي تشهد مستوى متناقض بين الفريقين على مستوى الترتيب حيث أن الفريق الأحمر يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة فيما ياتي النصور الخضر في المركز الثاني عشر بست نقاط ويدخل فريق الوداد الرياضي بقيادة الحسين عموت مبارة الديربي بمعنويات عالية منتشيا في ذلك بتاهله لدور المجموعات من دور أبطال إفريقيا لكرة القدم أقب فوزه العريض على ضيفه نادي ريفرزيونيت ديفسي نيجيري بسداسية نظيفة وكذا خطفه لنتيجة التعادل من مباراة اتحاد طنجة برسم مواجلة الدورة الخامسة والتي حسنت من تموقعه ضمن ترتيب البطولة مما يرفع مستوى طموح النادي لربح الرهان هذه المباراة الهامة وسيعاني الوداد الرياضي من الغيابات ضد الرجال الرياضي حيث سيغيب لاعبين عن الوداد الرياضي هما جلال الدودي الذي تعرض لإصابة بليغة في مباراة فريق همام ريفرزيونيتد النجيري وكذا بديعوك الذي تم ترضه في مواجهة الفريق الأحمر مع اتحاد طنجة في لقاء برسم مواجلة الدورة الخامسة من البطولة الاحترافية بدوره سيخود فريق الرجال الرياضي الذي يقوده المدرب التونسي مندير الكبير متسلحا بالعزيمة وعينه على تحقيق نتيجة الفوز والضفر بالدرب خاصة مع بلوغ النادي مؤخرا لنتائج جابية تمثلت في حجزه تذكرة دور المجموعات من دور أبطال إفريقيا لكرة القدام والفوز المتير الذي حققه على حساب حسنية قدير برسم مواجلة الدورة الخامسة ويأمل فريق النصور الخضر الذي لم يستطع خلال الدورات السابقة من البطولة الاحترافية إلى التموقع ضمن المراكز الأولى ضمن الأندية القوية تقبا يعود المصاب جمال حركاز من أجل تعزيز تشكيلة الرجاء ضد الوداد ويسارع فريق الأخضر الزمن لتجهيز جمال حركاز الذي يصيب السبت الماضي في لقاء فريقه أمام جيلي كستنيجيري حيث أن اللاعب كان يعاني من كدمة على مستوى الفخير جعلته يغيب عن مباراة حسنية قدير ضمن المواجلة الدورة الخامسة وبالنسبة لمضرب الرجاء الرياضي التونسي منذر الكبير الذي سيخوذ أول ديربي له في الدار البيضاء فإن مواجهة الوداد والرجاء مباراة خارجة عن المألوف وتعد واحدة من أفضل الديربيات العالم وعبر الكبير في تصريح صحفي عن سعادته للمشاركة في هذا الديربي الذي تابعه لعدة مرات على شاشة التلفاز مشيرا إلى أن حضور الجمهور سيدفع على هذه المباراة تابعا خاصا واعتبر أن الفوز في مثل هذه المبارايات يحتاج إلى التركيز الدهني العالي مشيرا إلى أن فوز تركيبته بالمباراة سيسمح للنادي الرجاء من تصحيح الواقع والتوقيع على بداية جديدة شكرا